السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحب أرحب السيدة الحضور وتشرفت بدعوة الدكتور أيمان قصوف بحضور هذا المؤتمر العظيم أحب أعربكم بنفسي أنا شايماء عبدالله رئيسة الجامعية المصرية المرضى السيليك مريضة سيليك من عشر سنين أحب أن أنا طبعا الجامعية تعتبر أول جامعية على مستوى جمهورية مصر العربية بتخدم جميع المرضى في جميع المحافظات سواء كان مريض سيليك أو مريض حساسية جلوتين أو أمراض مناعية أخرى بتتبع الحمية الخالية من الانجلوتين بالنسبة للمرض السيليك أحب أعرف مرض السيليك السيليك هو مرض مناعي خاص بالجهاز الهضمي خاصة الأمعاء الدقيقة وبالأخص الخملات الموجودة في الأمعاء الدقيقة ومسؤولة عن امتصاص الأملاح والمعادة والفيتامينات سواء العناص الغذائية كلها من الطعام لما عندما يحدث عند تناول مادة الجلوتين بتبدأ اللي بيبدأ المريض بيحصل جهاز المناعي يبدأ يهاجم يبدأ يهاجم جهاز المناعي طبعا الخملات الموجودة في الأمعاء فبيحصل لها تورم وبيحصل لها دمور تدريجي إلى أن تصل إلى مرحلة دمور النهائية وتبدأ تظهر أعراض على المريض الجلوتين ده مادة موجودة أو بروتين موجود طبيعي في بعض الحبوب زي الأمح والشعير والشوفين المادة دي بتبقى لها أهمية كبيرة جدا إن هي بتساعد أو بتحفظ على رطوبة العجين وفي نفس الوقت إن هي بتدخل في جميع المنتجات لعشان تسهل عملية الخبز والعجين بتسهل بتدخل في جميع المنتجات الغذائية زي العصير زي الألبان زي الجبنة زي الشوكولاتة المعجون السنان فكل المنتجات دي بيدخل فيها مادة الجلوتين ولكن طبعا هي بتحسس منها مجموعة من المرضى بتسبب لهم مشاكل كبيرة جدا بالنسبة للمضاعفات عند تناول مادة الجلوتون عند مريض السليك هنلاقي إن بيبقى فيه أعراض جهاز هضمي زي تبقى شائعة الأعراض المرتبطة بالجهاز الهضمي زي الإسهال المزمن إمساج المزمن تقرحات في الفم هنلاقي إن بيحصل فيه في الأمعاء بيحصل تقرحات والتهابات شديدة جدا فيه ممكن على المستوى سوق الهضم والامتصاص هنلاقي فيه أنيميا ونقص حديد الأعراض دي بتبقى مزمنة معا مستمرة ما بتقفش حتى لو خد أي أدوية فهنلاقي الأعراض دي مستمرة ممكن نلاقيها إن هي منتشرة عند بعض المرضى بطريقة مستمرة هما مش عارفين الأعراض دي موجودة عندهم إن هي بسبب مادة الجلوتين هنلاقي عنده نقص في الكالسوم وتشنجات في العضلات والتهاب في الأعصاب الطرفية خاصة بسبب نقص فيتامين دي فيه أعراض عند الأطفال طبعا الأعراض عند الأطفال بتنقسم إن إحنا بنلاقي إن عنده الطول والوزن سيبت هنلاقي إن هو عنده فقر دم بطريقة مستمرة فيه سوق تغذية فيه تقزم فيه بطء في مرحلة البلوغ والنمو وهنلاقي عدم كدرة الجسم على أداء الوظائف الحيوية لدرجة إن هو ممكن تصل إلى الوفاة عند البالغين هنلاقي إن فيه هشاشة في العظام هنلاقي فوجدان في الوزن جديد جدا وإجهاض متكرر عند السيدات الأعراض دي فعليا بتبقى موجودة بس الناس بسبب عدم الوعي ما بيعرفوش المرض ما بيعرفوش وبتوصل لمراحل طبعا خطيرة وبتوصل لقنصر فيه سيلياك مستعصي سيلياك المستعصي ده مهما مشي المريض على حمية برغم كده برضو بيظهر أعراض ده في حالة إن هو بيتناول جلوتين بالغلط أو إن هو مش ملتزم بالحمية ده بيؤدي إلى أورام في الأمعاء الدقيقة وبالتالي بيحصل استقصال لبعض الأجزاء في الأمعاء وفعلا في بعض المرضى حصل لهم كده فعليا بالنسبة لمادة الجلوتين هي تعتبر من أشهر مسببات لحساسية ففيه كيفر ما بين حساسية وسيلياك ففيه حساسية جلوتين حساسية الجلوتين المرضى بتحسسه من مادة الجلوتين بيظهر أعراض شائعة هي تبقى أعراض زي الحكة زي الحكة في الجلد زي الدموع وفيه تورم في الفم وتورم في العين هنلاقي إن سيلان في الأنف الكئن مستمر ظهور طفح جلدي وصعوبة في التنفس ممكن تصل لو ما الدكتور أو ما وصلش للمرحلة للطبيب المختص ممكن إن هو يسبب وفاة للطفل طبعا ده مش مرتبط بسن معين هو بيبتدي من سن سنتين لما فوق فالعداد بتكتر كل يوم المرض بيبقى صعب التعامل معاه وهنعرف ليه بعد كده أهمية الغزاء الجلوتين طبعا المريض علاج حساسية للجلوتين العلاج الوحيد طبعا قبل العلاج ما يجي بتشخص بيلاقي صعوبة في موضوع التشخيص لأن طبعا ما فيش وعي عند أكتر لدكاترة بموضوع الجلوتين أو بموضوع الحساسية أو بموضوع الحساسية من الجلوتين فالمريض علشان يقدر عشان يوصل للمرحلة تشخيص بيأخد مراحل كتيرة جدا لحد ما يوصل تشخيص الصح اكتر مرضى السلياك بيتشخصوا قولون عصبي وبعد كده طبعا باستمرار بيعمل منظار بيعمل تحاليل معملية وبيعمل منظار بيأخذ عينة من الاثنى عشر وبعد كده بنحللها عند معمل بسولوجي بس بيكون موصوق علشان نقدر نعرف العينة دي صح ولا لأ هل هو سلياك ولا لأ نعرف نفرق اذا كان سلياك او حساسية امح وبعد كده بيبدأ مرحلة العلاج مرحلة العلاج المرحلة دي تعتبر هي دي بداية الصعوبة لان هو مفروض بيمنع اي حاجة خالية من الجلوتين مدى الحية ده السلياك اما حساسية الامح ممكن يمنع فترة ويرجع ياكل تاني بس ده حتى اشراف طبيب وبيسلم ادخال معين فطبعا هي المشكلة هنا بتبدأ تظهر ان هو بيبدأ المريض بيلاقي ان المنتجات مش متوفرة واذا توفرت هنلاقي اسعارها غالية جدا هنلاقي ان عنده صعوبة في العجين نفسه او دي نفسه بيبقى في صعوبة في التعامل معي مش اي حد يقدر يتعامل معي لان ما فيش هي منزوع مادة الجلوتين احنا دي خاصة زي دي الرز او دي الدرة بدا يعني دا او دا او لو في مثلا بداية الاخرى بس تبقى اسعارها اوبر اوي زي دي جوز الهند او دي السمسم او فول السوداني فده بيبقى اسعاره عالية جدا فبيضطروا ان هما يستخدموا الدرة والرز بس اسعارها برضو عالية قوي يعني بيوصل دي كيلو دي الواحد بيوصل فوق المجيني الماكرونة المستورة دا طبعا هو بيبقى فيه ثقة في المستورة اكتر من المحلي بتوصل ربع كيلو ومتين وخمسين جرام بتوصل مية خمسة وربعين او مية وخمسين جنيه بتوصل سعار بمتين وخمسين طبعا بتبقى موجودة في سوبر ماركتات معينة مش بيوجودة في اي سوبر ماركت عشان يلاقي اصلا المنتج دا بيبقى فيه صعوبة خاصة كمان المرضى اللي موجودين في السعيد السعيد هناك بيعانوا معاناية شديدة جدا بسبب عدم توفر المنتجات وهنلاقي ان هما لدرجة المريض لما بيلاقيش المنتجات بيمشي ما بيمشيش عن الحمية وبياكل بلوتين بيبدأ يحصل له صدمات تحسوسية وبيبدأ يدخل مستشفى وبتحصل بقى بعد كده مشاكل كبيرة جدا خاصة في الاطفال بيأثر على الكبد والكده فبيحصل لهم بعض المشاكل كبيرة جدا بعد كده بتيجي الام بعضوا يدوروا على العلاج وما بيقرفوش الا بعد طبعا لما يبتدي يتابع الحمية ويبتدي ان هو يمشي على الحمية صح طبعا ده بسبب ان ما فيش مخابز متوفرة للمرضى طبعا رغيف العيش يعتبر هو الاساسي في اي وجبة غذائية عمتا فطبعا الاماكن محدودة جدا اللي بتبيع العيش وبتبيع المنتجات واسعارها بتبقى عالية جدا برضو في بعض المنتجات اللي موجودة قليلة جدا الموصوب فيها في بعض المنتجات للأسف الوقت ده بقوا المنتجين ياخدوا علامة جلوتن فري ويحطوها على المنتجات اللي هي عايزين يعلوا في سعرها يعني الرز مسموح عمتا بياخدوا يحطوا العلامة على الرز علشان يقولوا ده جلوتن فري علشان يعلوا في سعره قوي مثلا في بعض احنا حصل في موقف ان احنا لقينا في مكتوب شعير جلوتن فري لوصلنا مع المنتج وقلنا له ده شعير جلوتن فري ازاي قال لنا انا مش عامل اساسا وحطت علامة جلوتن فري فقلنا له طب ازاي قال احنا مش عاملين اساسا المنتجات دي المرضى الحساسية قلت له انت عارف علامة جلوتن فري دي ويبدأ ياكلوا طبعا بيحصل صدمة تحسوسية جديدة جدا وهو مش عارف هو اللي علي العلمات فاحنا بدأنا نوجه كجمعية بدأنا نوجههم ايه اللي الصح وايه المنتجات اللي موصوك فيها وايه المنتجات اللي مش موصوك فيها اه في بعض الشركات طبعا بتصرح ان المنتجات عندهم يعني يعني واحد يفتح مصنع يعمل دي يقول انا منتجات جلوتن فري وبيبقى عنده خط الانتاج ملوس بالدقيق يعني هو عنده خط الانتاج دي قمح وفي نفس الوقت بيطلع دي قلوتن فري وبينزله في السوق وبيبقى الاتنين خط انتاج في نفس الشيء في نفس المصنع فطبعا ده بالمرضى احنا دي قمح لو تحط جنب دي قلوتن فري بيحصل تلوث بطريقة رهيبة جدا اه بنحاول ان احنا نفاهمهم يا جماعة ما ينفعش حتى ده في نفس المكان عايز تعمل اه انتاج للجلوتن فري يبقى انتاج خاص بملهوش دعوة بالانتاج بتاع القمح فبيقوله طبعا هو الانتاج بيبقى عايز تكاليف وعايز اسعار قلنا لهم لو انتو ما عندهوش الامكانية يبقى خفص اه طبعا فيه كله في الوعي اه في المستشفيات وعند الدكاترة احنا بنعاني جدا جدا اه ما فيش دكاترة اه قوي من الدكاترة ما عندهمش وعي بالمرض يعني مثلا المريض لو راح لأي دكتور اه لان الجلوتن بيدخل في الادوية فلو الدكتور مش فاهم يعني ايه سيليك ومش فاهم يعني ايه مادة الجلوتن وهي خطيرة ومدى الابعاد الخطيرة اللي موجودة اللي هي لو المريض اخد مادة الجلوتن مش متفاهم يعني بحاول المريض ان هو يفاهمه وهو مش متفاهم تماما فيبدأ المريض طبعا اه ما بيبقاش واسق في الدكاترة بسبب عدم معيهم بمرض السليك اه غير كمان ان لو فيه مرضى اتحجزه في المستشفى اه الوجبات اللي بتتقدم لهم في المستشفيات طبعا دي بيبقى فيها جلوتن زي رز بشعرية زي لسان عصفور الحاجات دي كلها بتبقى فيها جلوتن بيبقى المريض مش عارف يتقلم وهو حتى في المستشفى اه دي بنتعتبر من المشاكل والصعوبات اللي بتقابل المرضى هو ايه اه طبعا في الصعوبات بتقابل كذا فئة اول حاجة لاطفال كبار السن والشباب بالنسبة للاطفال هنيجي هلاقي ان من اول ما يبدأ يعرف ان هو عنده سليك او عنده حساسية جلوتن ومفروض ان هو يمنع اي حاجة فيها جلوتن بيبقى الموضوع صعب جدا وخاصة لو هو في سن من بداية سن 3 سنين اه موضوع صعب جدا لان عايز زياكل زي بقيد زميله عايز ياكل زي بقية الاشخاص اللي حواليه فبتبدأ المشكلة من هنا بيبدأ يحصل يحصل له حالة اكتئاب حالة عزلة عن الزميله اللي موجودين حواليه بيلاقي تنمر من الزميله اللي موجودين في المدرسة هنلاقي ان هما طبعا بسبب الاكل هو شايف هما بيأكلوا وانا ما باكلش بس في بعض المدارس الحكومية بتوزع بعض الوجبات طبعا هو عشان عايز يعمل عايز ياكل عايز يدوق اللي بيتقدم للطلبة اللي موجودين حواليه فبرضو بيروح وياكل ويعرض نفسه للخطر فهو حاسس ان هو مختلف عن اللي حواليه فلو هو توفرت الوجبات ليه خاصة بالجلوتم تريه حتى يحس ان هو مش حاجة مميزة عن الاطفال اللي موجودين حواليه طبعا بيحسوا بمعاناة شديدة جدا الاطفال انا طبعا من احنا جمعية فاحنا بنتعامل مع المرضى داييرك فانا بيجي لي حالات يعني بيشتكولي فعليا من معاملة في المدرسة ان هما مش متفاهمين بالوضع ان هما طبعا لان كمان مرض السيليك مرتفط بامراض مناعية تانية زي السكر نوع اول اي مريض سكر نوع اول بدأ ان هو حتى في التأمين الصحي بدأوا يعملوا ويعمموا تحليل السيليك علشان آآ لقينا اكتر اكتر سكر نوع اول عندهم مرض السيليك فبدأنا طبعا بيبقى الحالة صعبة اوله كمان لو جاله للاتنين مع بعض بيبقى موضوع صعب جدا لان الاكل بتاعنا بيعلي من السكر فالموضوع برضو معاه بيبقى موضوع صعب جدا غير مريض السيليك لوحده طبعا هنا بيحس بالحرمان وبيختلف عن اقرانه من الموجودين حواليه سواء كان في المدرسة او في الاهل طبعا الاهل بيبدأ يعانوا لان لما المريض يبقى عنده سنة تلات سنين عايز يروح المدرسة طبعا الام بتيجي تشتكيلي تقولي انا مش عارف ااكله ايه انا بغصب عني انا بوديه الحضانة ببديله ااكله بديله ومشكلة ان العيش بتاعنا كمان ما بيبقاش اا ليه اا قدرة ان هو يقعد مدى طويل لو هو مش عن حشاجبنا او اي حاجة بيدوب فبيبقى الاكل مش شكله مش حلو فالاطفال بيقعدوا اتراقوا عليه وهو بيبقى قرفون بيبقى زهقين من الاكل فطبعا بيبدأ ان هو اا المرضى الاهالي نفسهم بيعانوا جدا تيجي الام بتعيط فعليا قدامي وبتعيط تقولي انا مش عارف ااكله ايه انا مش عارف ااكله اما هو بيروح وبياكل من زميله بيشوف الطفل معاه بسكوت معاه شوكولاتة معاه شبسي كل حاجات دي ممنوعة احنا لينا حاجات معينة ان الجلوتين بيدخل في ده كله يعني باي منتج بقوا يتعودوا ان هم يقروا المكونات اللي موجودة عن المنتج حتى لو مكتوب خد يحتوي على جلوتين بنمنعه تماما اا طبعا اا في بعض الامهات بتسعل ان هي تعمل دعم نفسي للا اطفالها ان هي بتوفر لهم على الاقل اي حاجة تقدر توفرها لهم جلوتين فري علشان يقدر يتعامل جوه البيت وبرى البيت طبعا بسبب كده الاهل نفسهم بيبتدوا يحصل عزلة ليهم ولا بيحضروا اي مناسبات ولا بيحضروا اي اا تجمعات علشان طبعا بيحس ان الاطفال اللي موجودة حواليه بيبتدوا ان هم يتعاملوا عادي وهو مش عارف يتعامل تماما اا في بعض الاسر بيبقى فيها اكتر من حالة يعني فيها اصر عندنا فيها خمس حالات اا ما بيقدروش طبعا طبعا ده بسبب السفة الجينية للمرض هنلاقي ان الام مش عارفة تسيطر على الاكل وعلى اسعار الاكل مرحلة الشباب بالنسبة للشباب بقى هنلاقي ان مرحلة الشباب خاصة في اا المرحلة اللي هي اسناء تأدية الخدمة العسكرية المريض بيبقى عامل تحاليده وعامل اا منذور وعامل تحاليد وعامل كل حاجة يروح عشان يقدي خدمة العسكرية يقولوله لازم تأكل جلوتلم لمدة اربعة شهور علشان نشوف وهنعمل احنا التحاليل والمنذور لما بيروح طبعا في البعض ما بيظهرش لان احنا بتبدأ الامعاء عندنا تبدأ ان هي تبدأ ان هي يحصل لها اا اا تبدأ ترجع زي الاول وبيبدأ المريض ان هو طبعا يعني ما بيحسش باعراض زي الاول فبيزهر في التحاليل والمنذور بيظهر ان هو ما فيوش حاجة ان هو تمام وما فيوش اي حاجة فبيدخلوه طبعا ما بيدخل بيحصل معاناة وفي مننا في مرضى سيلياك فعلان داخلين بيقدوا الخدمة العسكرية بيقولوا بنعاني جدا من موضوع عدم توفر المنتجات الخاصة بينا لان انا مش عارف امشي على الاكل اللي هما بيقدموه آآ كبار السن طبعا آآ مع تقدم السن طبعا احنا اقولنا ان السيلياك مش مرتبط بسن معين هو من سنتها السنية المفوق يعني فيه ممكن خمسين وستين وسبعين سنة عندهم سيلياك وبيكتشفوه مؤخرا فبدأ طبعا مع تقدم السن بيحصل فيه نقص في البيتامينات عمتا وفيه نقص في اللي بيحصل سوق امتصاص مزمن طبعا بمرض السيلياك كمان بيحصل اساسا آآ فيه سوق امتصاص وفيه نقص في البيتامينات فالموضوع بيبقى محتاج ان هو يبقى فيه مرعاة وفيه رعاية صحية وطبية ليه آآ بيظهر معا مشاكل ان هو ما بيلاقيش داكاترا المناسبة آآ لو حصل وهو تعب وراح مستشفى برضو داكاترا ما بيدروش الادوية الخاصة باللي هي خاصة بالجلوتين فري ما بيعرفوش بيلاقي معاناة لو هو تحجز في مستشفى برضو هنلاقي ان هو يعني ناس كتيرة حصلت معهم كده في الكورونا وفي بعد الكورونا بيحصل لهم مضاعفات بتحجزوا بيلاقوا الاكل اللي بتقدم لهم مش جلوتين فري بيحسوا ان ما حدش فهم اصلا طبيعة المرض بتاعهم آآ طبعا من هنا احنا بدأنا آآ يعني انا بما اني ان انا مريضة فبدأت ان احنا كنا كده كده بنساعد المرضى آآ المريض عمتا بيبدأ في مرحلة اكتئاب بعد او اول تلات شهور من الحمية آآ انا حبيت ان انا اوظف الاكتئاب اللي عندي ده ان احنا نساعد الناس فعملت جروب ده ده بداية جروب بتاعنا لوصل الى اتنين وتلاتين الف ده جروب من جروب من جروبات مقدس سيك يعني في جروبات حاجة وربعين الف واكتر آآ وبدأنا طبعا ببداية ان احنا اشوارنا الجامعية سنة عشرين اتنين وعشرين نبع وزارة التضامن آآ بدأنا عملنا الصبحة وبدأنا نعرف فيها الانشطة اللي احنا بنعملها بدأنا نساعد الناس على قدر الامكان وعلى قد ما احنا نقدر آآ طبعا كان في مساعدات قبل كده بس طبعا بتبقى حسب مجهودات وحسب مواد متاحة بدأنا ان احنا نفتح بقى الجامعية وبدأنا ان احنا نساعدهم بالطريقة طبعا دي بعض النمازج من الناس اللي اللي بتشتكي فعليا من معاناتهم من مرضى من المرض نفسه قد ايه ان هو بيسبب مرض نفسي وبسبب نقص المنتجات اللي موجودة طبعا آآ بيحسوا ان هم مختلفين عن حواليهم آآ في ده ده دي حالات بسيطة من الحالات المعروضة اصلا على الجروب آآ احنا بتدينا في الاول مبادرة الحامية دواء آآ بهدف ان احنا نعرف الناس ايه المسموحات وايه الممنوعات ايه اللي اللي مفروض تاكله ايه اللي مفروض تبتعد عنه ايه الاماكن اللي انت ممكن تشتري منها آآ بدأنا بعد كده ان احنا جلنا آآ نصايح ان احنا نبقى تابع وزارة التضامن فعملنا فعلا عن الجامعية واشهرناها آآ ده الانشطة اللي احنا عاملينها تابع الجامعية بنحاول نقدم دعم نفسي للاطفال بنعمل لهم وجبات داخل الجامعية آآ عيش وآ برجر زي واكن ورايح مكدونرز بالزبط آآ عملنا لهم وجبنا لهم لعبة وعملنا يوم طرفيه ده كان يوم تاني كان يوم توعية في المركز التعليمي المدني جمعنا الاطفال قد ايه اليوم ده بيفرق جدا معاهم لما يلاوا اطفال زيهم آآ بيعانوا من نفس المرض فحاولنا ان احنا نشاركهم في البعض الانشطة بيفرق معاهم جدا وبيفرق معاهم قوي اليوم ده آآ بالنسبة بقى للامهات طبعا عشان موضوع دقيق وان صعب التعامل مع مع دقيق نفسه وان ازاي تعمل مخبوزات بدأنا نعمل دورات تدريبية وبدأنا ان احنا نعلمهم مخبوزات بتتعمل ازاي اللي هي آآ سواء بقى كان آآ عيش اللي هو الاساسي اللي هو العيش الشامي الفين والكوايزر الباسكوتات الحاجات اللي بيطلبها الطفل عامتا عشان تقدر ان هي على الاقل تقلل من التكلفة الى حرد ما ان هي تعمله كل حاجة في البيت بالنسبة للانشطة اللي استطاعت الجامعين ان هي تعملها برضو آآ اللي عملنا شونات رمضان احنا الحمد لله حوالي خمس مرات عملنا لهم شونات رمضان بتبقى الجلوتن فري بحت بنجيب كل المنتجات اللي هي الجلوتن فيه المتاحة من مكارونا لدقيق لبسبوسة لسان عصفور بنحاول الشوكولاتات بنحاول نوفر لهم في الشنطة كل حاجة على اساس ان احنا آآ نحسسهم ان في حاجة مستمرة معاهم والدنيا بخير يعني مش الدنيا مقبولة قدامهم بالنسبة للمحاضرات التوعية طبعا احنا بنحاول نعمل محاقات آآ توعية آآ مؤتمرات توعية للمرضى آآ عن طريق ان احنا بنخلي بنتفق مع بعض الاطباء في جميع التخصصات آآ بيحضر الاطباء آآ في اليوم ده قد ايه بيستفاد الناس جدا من اليوم ده لان آآ بيبقى فيه استشارات طبية مجانية ده بين الاطباء والمرضى نفسهم بيبقى معانا منتجين من المنتجات اللي هما بيعملوا منتجات جلوتن فري بيصنعوها بنخليهم يعملوا معرض آآ خارج القاعة آآ ويبتدوا يعرضوا منتجاتهم باسعار اقل وفي نفس الوقت ممكن حاجات بتتوزع مجانية على المرضى فبيب برضو الموضوع المؤتمر والاجنت ده التوعوي بيفرق معهم تماما آآ بنعمل بقى على الصفحة صفحة الجامعية بنعمل كل فترة بعض اللايفات آآ الطبية اللي بنحاول ان احنا نوعي بها الناس وبتبقى لايف ما بين الدكاترة وما بين المرضى علشان يقدر لو اي حد عنده اي سؤال يقدر ان هو يقدر ان هو يوصل للاجابة بتاعته بسهولة ما يعودش يلف فبنحاول ان احنا نساعدهم بالقدر الامكان آآ في احنا حصل ان احنا عملنا تعاون مع التأمين الصحي آآ قبل رمضان عدنا شهر ونص آآ في الادارة العامة للتأمين الصحي في مدية نصر عملنا توعية للتمريد على اساس ان هما برضو ليهم تعامل مباشر بالمرضى عملنا لهم توعية بمرض السيليك وكل حاجة تخص بمريض السيليك وإيه اللي مفروض يمنعه وإيه اللي مفروض يبقى حاجات مسموحة فطبعا آآ في مرضى كتير الجنة آآ وجم ان هما حضروا معنا يعني الجنة الجمعية عن طريق التأمين الصحي آآ بيحصل برضو ان احنا نتعاقد مع بعض الشركات وبعض المعامل اشعة والتحاليل بنحاول ان احنا نخفف شوية لان اسعار التحاليل غالية جدا اسعاركوش في التبقى غالية بنحاول ان احنا اقدم لهم خصومات بنتعاقد مع الدكاترة وبيقدمونهم فعلا الخدمات اللي هما عايزينها آآ طبعا الجمعية ما بتاخدش نعم من اي جهة تماما كل المجهودات دي مجهودات ذاتية من شباب متطوعة آآ من امهات لمرضى ومرضى نفسهم احنا كل ده بيبقى عن طريق التطوع آآ التجمع اللي بيحصل لمتطوعين اهداف الجمعية ان احنا عايزين طبعا نعمل حملات ان شاء الله الفترة الجاية من الاهداف القريبة ان شاء الله هننزل في المدارس وفي الجامعات هننزل نعمل توعية بشكل اكبر بالمرض على اساس ان يحصل توعية وفهم مرض السيلياك ويقدروا يتعاملوا مع المرضى لو موجودين معاهم او برا في المحيط او لو حد عنده نفس الاعراض يبدأ ان هو يتوجه لاقرب طبيب او يتوجه لنا واحنا هنقدر ان احنا هنوجهه. آآ طبعا في بعض برامج تلفزيون ان احنا طلعنا فيها عشان نعمل توعية بمرض السيلياك. آآ طبعا ان احنا بعايزين نعمل منتجات بتبقى آآ رخيصة التمن علشان آآ عشان الناس طبعا بيعانهم موضوع الاسعار الغالية. آآ الناس طروا من ان احنا نعمل قناة على اليوتيوب ان احنا نعمل لهم مقبوزات والاكل عشان يقدروا يطلعوا في اي وقت يطلعوا ان هما يشوفوا الطريقة بسهولة. آآ عمان ان شاء الله نعمل مؤتمر توعية للاطباء قريب برضو على اساس ان هو في نقص في موضوع التوعية. آآ برضو ان احنا نفسنا ان مرض السيلياك يتم ادراجه من ضمن آآ الامراض المناعية المزمنة. آآ ان هو يدخل من ضمن مليون صحة على اساس ان كل ما يبدأ فيه كشف مبكر للمرض هيبقى فيه حاجات امراض كتيرة جدا ممكن نتلاشيها زي التقذب وسوق التغذية زي السكر نوع اول زي الانيميا الحادة كل ده دخل في مبادرة ميت مليون صحة فممكن لو احنا عملنا كشف مبكر للمرض فده هيفرق كتير قوي آآ طبعا آآ احنا عايزين نخص اقسام في المستشفيات لمرض السيلياك يعني لو مريض حصل له صدمة تحسوسية او مسلا مريض عنده الاعراض هيبدأ يروح يتوجه هيبقى عارف رايح لقسمه معين في المستشفى على اساس ان هو مرضى يعتبر القسم بتاعنا اللي هو مرضى الاساسية والمناعة هو القسم المتخصص في موضوع مرض السيلياك آآ طبعا ان احنا نتمنى ان احنا انه تتوفر المنتجات بأسعار مناسبة لجميع المرضى آآ الحلول بقى ان احنا عايزين نقدمها او مقترحات من ضمن من وجه نظرنا ان احنا نحط وضع قوانين ومعايير سبتة لعلامة الجلوتن فري هي دي من ضمن العلامات اللي موجودة على المنتجات فلما تبقى موجود لها معايير سبتة عند المنتجين فطبعا ده هيخلي في آآ مش هيخلي اي شركة ان هي تحط العلامة آآ مش هيخلي ان في آآ شركة مثلا تحطها لمجرد ان هي عايزة تعليف سعر المنتج آآ طبعا ان يبقى في آآ دعم طبعا من الحكومة المصرية للمرضى ان هو يفتحه مخابس للمرضى حتى لو في كل محافظة مخبس آآ يساعد المرضى خاصة في محافظات السعيد آآ بالنسبة برضو للا آآ لان يبقى مسلا فيه تموين شهري للمرضى يبقى يبقى فيه مسلا دقيق المقارون الحاجات الاساسية اللي بيستخدمها المريض ان هو يقدر ان هو يلاقيها حتى في كل شهر آآ طبعا آآ احنا عايزين يبقى فيه تحليل لجميع المنتجات الموجودة في السوق اللي ينفع يبقى ينفع لمرضى السيلياك طبعا ويكون مطابق للمعايير السبتة اللي هي تتوفر فيه سواء كان خط انتاج غير ملوس سواء كان فيه المنتجات نفسها ما فيهاش جلوتين فري لان احنا زي ما قلنا ان فيه بيت جلوتين بيدخل في جميع المنتجات اللبن الزبادي العصاير الشوكولاتات الشبسي آآ مش لينا اي شبسي مش لينا اي عصير بنسأل المنتجين بنسأل المنتجين على بنسأل المنتجين على على الخط الانتاج ونعرف بالضبط ايه اللي مسموح وايه اللي ممنوع هل هو حكته كويسة منتجاته كويسة ولا لأ ده بالنسبة لاخر حاجة وامنى ان انا اكون افتح حضراتكم ومتشكرة على حضوري الفيهازة المؤتمر العظيم اشتركوا في القناة